بشارة متى إصحاح 18 وأكتبس الآية في آية 18 آية 6 ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحة ويغرق في لجة البحر ويل للعالم من العثرات فلابد أن تأتي العثرات ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة بعد أن يكمل فإن أعثرت يدك أو رجلك فاقطعها ولقي عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان وإن أعثرتك عينك فاقلعها ولقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم في جهنم النار ولك عينا فطبعا السؤال مزدوج السؤال الأول بالنسبة للعثرة يعني الرب يسوعا بقول الشخص اللي بيعثر أفضل يحط حجر الرحة في عنقه يلقى في البحر العميق والشيء الثاني بيتكلم عن إذا في شيء بيعثرك اقطع فهل بيعنيها حرفياً ولا بيعطيها في رسالة وراء هذه الكلمات يعني الموضوع واضح هنا العثرة سواء واحد يعثر واحد أو عضو من أعضاء يعثرني أنا إذن الموضوع عثرة لم يقل الرب أن علينا أن نمسك هذا الشخص المعثر ونرميه في البحر لكن بيقول خير له لو طوق عنقه بحجر رحة وأغرقه في لجة البحر ده أحسن له لأنه في الحقيقة حينال عقاب أشد من ذلك في الحقيقة هو بيتكلم عن أعثار الصغار وما أسهل أن الواحد يعثر طفل صغير النهاردة بيشدده على children abuse يعني ممكن الواحد يضحك على عائل صغير بحاجة بسيطة قوي بسهولة جداً تقدر تضحك عليه لكن ربنا بيقول أن هذا الأمر في موازين الله ثقيل جداً وإذا كان يقصد الطفل حرفياً أو على الأرجح هنا يقصد الطفل روحياً برضو الطفل الصغير روحياً اللي عرف ربنا من فترة وجيزة ممكن يجي المعلمين الكذبة ويتحقوا عليه زي بالظبط من السهولة نضحك على العائل الصغيرين بيقصد يعثر أن يقود إلى الخطيئة؟ الظبط يقود إلى الهلاك يعني لو علمت مثلاً أن ربنا رحمته كبيرة وما حدش راح جهنم وأعطيت بهذا ضمير متقصي أن الواحد يعمل خطيئة دون أن يهمه فأنا وديته جهنم هذا الأمر هو حيروح بذنبه لكن دمه سيطلب مني أنا وعشان كده أمر ثقيل جداً سهل قوي؟ أه سهل قوي نتائجه مضمونة نتائجه مضمونة لكن حصاده رهيب؟ الإجابة نعم حصاده رهيب إذن الواحد يعثر حد من الصغيرين اللي مش فاهمين كلمة الله أقوده إلى الضلال ده أمر خطير ولذلك مسؤوليته خطيرة جداً إلى الدرجة اللي فيها المسيح بيقول ده أنت لو طوقه عنقك بحجر راحة وأغرقته في لجة البحر أفضلك والأرجح أنه يقصد هنا البحر الميت الذي نظراً لملوحته الشديدة صعب الواحد يغرق فيه وعشان كده ربنا بيقول تجيب حجر راحة وتربطه في عنقك عشان تنزل ما تطلعش حجر راحة اللي هو الطحونة تبعة القمح حجر وزنه ثقيل جداً ثقيل جداً بحيث أنه ينزل ما يطلعش هذا أفضل مليون مرة من أنك تعثر واحد من هؤلاء الصغير مع أن العمل سهل ونتائجه مضمونة لكن عقوبته رهيب اشتركوا في القناة